اليوم راح نتكلم عن الموضوع اللي انا زمان نفسي اتكلم فيه وهو ما هو تعريف الحالة الطارئة لانه كثير ناس بيجوا على الطوارئ ومش عارفين انهم حالة طارئة ولا لا او بقرر من نفسه انه هو حالة طارئة وهو اصلا حرام يجي عن مستشفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر واعمل الهاند واشنغ البسلي غلافز وهات الماسك وتفضل معنا هذا فيديو اخر من سلسلة تثقيف صحي للناس اللي مش طباء ولا ممرضين ولا بفهموا بالطب بنقدم في بعض المعلومات اللي ممكن تفيد الناس اليوم راح نتكلم عن ما هو تعريف الحالة الطارئة وليش لما تقول للدكتور انا حالة طارئة بيزعل او بيقولك لا الحالة الطارئة هي وضع طبي خطير يتطلب تدخل فوري وعاجل لانقاذ حياة المريض او منع تدهور خطير في حالته يعني انت زي ما انت تخيل انه مرج عليك مثلا عشر دجايك بدون ما انا اعالجك في هالعشر دجايك لو توفيت او انشلات او انعمات او انقطعت ايدك او رجلك او بطلت تتكلم او دخلت بغيبوبة ما صحيت منها يبقى انت حالة طارئة اي اش غير هيك لا تناقشني هذا تعريف العلم والطب اللي انا مش جابه من بيت ابوي فاذا اول شرطين للحالة طارئة ان تكون عدم علاجها او التأخير في علاجها يؤدي للوفاة او مضاعفات خطيرة جدا مثلا واحد ايده بتنزف او فيها رصاصة او مصابة او مكسورة ممكن يكون الاصابة شديدة جدا لدرجة انه مع نصف الدم يتوفى بسبب قلة السوائل ممكن ان الرجل نفسها شبه مقطوعة فيؤدي الى البتر لانه ما فيه امكانية انه يصلحها الجراح ممكن لو اصابة في العين ممكن ينعمها اذا اجلنا العملية او اجلنا العلاج لكن واحد انفلوز لو اجلته اسبوع شو بده يصير فيه شو يعني حالة طارئة نحكي هيك كلام بالبلدي هيك بال بالعامية عشان الناس تفهم الحالة طارئة يعني اشي خطير وجديد فاذا كان الوضع اللي عندك او الاعراض اللي عندك او الوجع اللي عندك لن يؤدي الى الوفاة مهما حصل انا بتكلم علم راح تقول للامار بيد الله وافرض مات وقتها شو بدك تعمل انا بحكي علم مكتوب في الكتب ان الانفلوز ما بموت بسبب الانفلوزة لذلك لا تنقشني لو بدنا نقضيها ربك بعلم والامار بيد الله مانته كل الناس حالة طارئة حتى اللي مش مريض حتى اللي ما اجعل مستشفى فاول شرط تكون حالة خطيرة ارصاصة بالقلب حالة خطيرة ممكن تقتلك هيك مكتوب في الكتب اتجلط على القلب ممكن تقتلك هيك مكتوب في الكتب واحد متسمم بيسمم جوي جدا ممكن يقتلك وهيك مكتوب في الكتب واحد عنده حساسية من اكل او من دواء واكل منه كمية كبيرة وبلش حاس انه عليه حرارة في طفح جلدي نفسه بيطعب ونفسه قاعد بيطعب اكثر كل ثانية فهذا اكيد رح يموت وهيك مكتوب في الكتب لكن تيجي تقولي انا نفلوز من اول مبارح وهس حبيت ايجي على الطوارئ وانحالي طارئ ومشيني لا الشرط الثاني انها تكون جديدة عارفش عن جديدة بلش الوجع خلال ساعة ساعتين كنت بالطوارئ اهلا وسهلا بعد ست ساعات انا ما قال لي دخل ارجع بكرة بحولك على العيدات الخارجية انا اشتغلت بمستشفى حكومة في الاردن وكنت كل يوم اشوف اقل شيء 20-30 واحد سدري بوجعني من امتى من سنة من سنتين من ثلاث طب حطت الطب على جنب وفهمني هل عندك جلطة ومستحية فاتحك بالموضوع كل الامراض الخطيرة في الدنيا دقيقتين عشر دقائق نص ساعة ساعة وبتموت اما انه وجع من سنة وتقنعني انه هاي جلطة بدون ما افحصك انت قاعد بتتخوث واحد يجي يقول لي ظهري بوجعني من سنة والوجع وفي خدران والوجع بينزل عرجلي ويمكن ديسك طيب هذا شغل عيدات خارجية انا كطوارئ لا بقدر اشخصك ولا بقدر اطلب لك طبقية ولا بقدر اطلب لك رنين ولا بقدر اطلب لك تخطيط اعصاب هذا كله طبيب العيادة الخارجية بطلبه بتعطيك بعض الامثلة انت الناس بيعتبروا الحالة طارئة وهي مش طارئة اولا اذا انت بتخاف او بتقرف من منظر المريض مش معناته انها الحالة طارئة في ناس لو شاف واحد بيراجع بيقرف من المراجع او التقيق تبعه اذا انت بتقرف مش معناته كل واحد بيراجع معناته قاعد بيموت في ناس بخاف لما يشوف بن ادم تشنج مثلا تشنج اشي خطير وكل اشي وعلى عينه راسي لكن اذا تشنج لمدة خمس ثواني ونام بعديها ساعة زمن وصحي فيش فيه اشي جيبوا على الطوارئ وبنعالجوا على عينه راسي بس ما رح يدخل قبل الناس لانه خلص النو بخلصت ونام بعديها وصحي كمان مش رح تجي مرة ثانية فاذا انت بتخاف او بتقرف مش معناته انه صارت حالة طارئة جيبوا واحد لا بخاف ولا بقرف يقف جنب المريض باتبطل حالة طارئة هذا حسب كلامك يعني لو حضرتك زهجان او ما بدك تستنى او مستني او جيت لقيت خمسمائة واحد عالدور وحضرتك احسن من الناس ما بتستنى عالدور مش معناته ان الحال اللي معك بقدرة تقادر صارت حالة طارئة من اكثر الاسباب اللي كانت تضحكني لما يجي واحد يقول لي مش احنا بالطوارئ معناته احنا حالة طارئة طب اطلع النسائية بتبطل حالة طارئة بكلمك بنفس المنطق تبعك سيدنا ابراهيم لما اجي الملك الظالم وقال له انا احيي واميت فجاب اثنين قال له انت بكرة الصبح بدنا نعدمك شفت هين موته جاب واحد ثاني قال له انا عفيت عنك شفت هين احييته ما اجي سيدنا ابراهيم وقال له شو لها بالهذا اللي اعدمته وامدته واللي قلت له روح احييته قال له ماشي انا بدي اناقشك من نفس المطق تبعك ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب انا على نفس المبدأ رح اقول لك مش انت بالطوارئ حالة طارئة وقف على الباب من بره بطلت حالة طارئة استنى على الدور يلا واكثر كلمة بترفع الضغط جابون الدفاع المدني طيب شو يعني الدفاع المدني اجاك لباب الدار وقال لك مشان الله علي الطلق من تطالع التاكسي انا بدي وصلك للطوارئ لا انت اتصلت قال له راسي بوجه يعني صل له سنتين هين جايين جابوك واجو يعني انت اللي طلبتهم شو الفرق بينهم وبين التاكسي من وجهة نظرك انت انه ببلاش فاذا انت اللي طلبتهم كيف صرت طارئة لانك طلبتهم فهمني لو انت جاي بعد هذا السير او مشاجرة مع ناس او حدا ضاربك او ضارب حدا او فيه ترومة او اصابة من اي شكل مش معناته انك حالة طارئة بعض الحالات الحوادث والمشاجرات والسقوط من ارتفاع عالي وغيره بتكون حالات طارئة لكن لما يشوفك الدكتور هو اللي بقرر حالة طارئة ولا لا مش تيجي هذا السير السيارة لمستك لمس حتى انت موجعتش على الارض من كثر ما الضربة خفيفة وتيجي تقول لي انا حالة طارئة اذا انت زعلان من اللي الضربك لا تطلع جرفك فيه فيه ناس بكون جاء على الطوارئ لانه مرت ومسح على الارض فيه او مثلا بكرة العيد وما معه فلوس يجيب للأولاد او على العيد فبعمل حاله غيب وبيجي وبصيروا اهلوا يسارخوا فينا حالة طارئة حالة طارئة لا مش طارئة هذا الزلم مايع هذا بني ادم كل ما يزعل بغيب هذا ما اسموش حالة طارئة هذا اسمو حالة نفسية وديها على دكتور نفسي مش على الطوارئ ونقطة مهمة في المستشفيات الحكومية لو ما بدك تدفع سواء فلوس او كشفية او حق جدا او حق فحصات المختبر او صور الاشعة مش بعناته انه حالة طارئة الطب اشي وانك فجير اشي ثاني تطلع على المدير او على وزير الصحة بل له بدك تخلي العلاج ببلاش لكل الشعب سواء معا تأمين معوش معا فلوس معوش ربنا ما بحب الساكت الدنيا ما رح تنصلح ونتنايم في بيتك اما انه تيجي وتوقف في الدور وتمشي قبل الناس وعالجك احسن علاج وما تدفعش ولا جرش كمان لا هيك ما بصيش باختصار مش انت اللي بتقرر هل هي حالة طارئة ولا لا الدكتور هو اللي بقرر مش بس لانه دارس وفهمان وعنده علم وعنده خبرة النقطة الاهم لانه هو المسؤول عن شغله لو قلك انت مش حالة طارئة وبعد خمس دقائق توفيت او صار فيك اشي بيجوا هلك برفع ليه قضية بحبسه وبتنسحب منه الرخصة ومنوع يشتغل طبيب بعد اليوم فالدكتور لما يحكي كلمة بيعرف شو معناها وبيعرف شو العواقب تبعها تمام؟ اذا الحالة طارئة هي الحالة اللي لو ما عالجتها خلال عشر ثواني او دقيقة تتوفى او بصير لها مضاعفات خطيرة جدا مثل الشلل او الاعمى او الخرص او ما شابه الحالة طارئة لازم يتوفر فيها شرطين انها تكون جديد الوجع وخطيرة جدا مش تقول لعيني بتحقني واعتبرني حالة طارئة لا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد باول باول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة